اهلا بكو فيديو جديد من قناتكو وحلقة جديدة من يمكن الحلقة النهاردة هتبقى الحلقة التانية للبناء يمكن احنا شوفنا الحلقة الاوانية يمكن نزد بقى لها اسبوع او حاجة وما كمناش فيها كل الحاجات اللي احنا عايزين نقولها عن البناء فالنهاردة بنكمل مع النزام بتاع البناء بتاع وهنشوف ايه الجديد اللي موجود فيه طبعا مفكر اي حد بتفرج علينا او مرة يدوس على الزرار المتابعة وكمان يفعل زرار الجرس عشان يجيلوا تنبيه على الفيديوهات بتاعتنا ويلا بينا نخش نكمد البناء طبعا احنا شوفنا ازاي نقدر نبني المباني المرة دفتت وبرضو اه عشان يعني اي حد ما ما تشافش الحلقة اولية الحلقة ايوانية هتكون مفيدة ليه قبل ما يخش هنا فاي حد ما بيتفرج على الحلقة دي الاول مرة يشوف الحلقة ايوانية برضو قبل ما يجي يشوف هنا طبعا احنا المباني اه بنقدر نحركها عادي مش كل المباني هينفع يتدخل هو المبنى الرئيسي بس اللي ينفع اه يتدخل طبعا من فوق هنا اقدر لو عندي اكثر من مدينة اقدر اه اتحرك ما بينهم وعندي هنا طبعا اه لو اه اه عندي مباني تانية زي الحجرة زي الشجر زي ما شوفنا كده اه ده مبنى مثلا اللي احنا لسه حطينه زي ما انت شايفين كده المبنى بيبقى اه موجود يمكن ده من المباني بتاعة مونستد فاخد نفس الشكل ولكن المبنى ده احنا ما نقدرش نخش جواه اه نقدر طبعا نطلع فوق عادي جدا زي وزي اي مبنى تاني بنقدر نطلعه ولكن اللي بنقدر اه نحط فيه اساس عشان مش كل مباني نقدر نحط فيه اساس هي المبنى الرئيسي اللي احنا وقفين اه في البلكونة بتاعته دلوقتي او في المكان ده المهم خلينا نروح نكمل مع توبي يمكن احنا شوفنا المرة اللي فاتت قلنا ان في الاراضي بتاعة الزراعة خلنا نتكلم عنها النهاردة طبعا من آآ تمام بنقدر نخش جواه وطبعا في حاجات آآ هيكتب لي مسلا ان هنا محتاج يبقى اتنين طبعا احنا لسه مبتديين فلسه آآ آآ لسه فما بيش كل الحاجات بنقدر نعملها هنعلم بالمستوى بمجرد ما يبتدي نحط اساس ولكن الحتة دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها تمام اللي هما التلاتة اللي موجودين فوق دول اللي هما التلات الاراضي بتوع الزرع طبعا الاراضي مفيدة جدا وزي ما انتم شايفين كده بيبقى مكتوب تحت ويكتب لي مجموعة من الانواع اللي ينفع آآ تبني او ينفع تتزرع عفوا جوة الارض دي فناخد بالنا ان هي مفيدة في كده ان انا لازم اعرف انهي ارض بيتزرع فيها آآ ودي فعلا من الحاجات المفيدة لان في نباتات ساعات بنبقى بنضغر عليها في نباتات قليلة في حاجات آآ في حاجات ممكن يعني صعب ان احنا نروحها او لو رحت فيها هقدر دور كتير في آآ برضو حاجات بتبقى احنا محتاجينها على طول مسلا عشان نعمل اكل معين او نعمل آآ حاجات معينة آآ فهنا برضو آآ كل نوع آآ زي ما انتم شايفين كده الاراضي التلاتة اللي بتزرع فيهم الاراضي مختلفة تمام وكل واحد ليه آآ شكل معين وليه نباتات معينة يمكن من شكلهم هيبقى باين يعني الحاجات اللي هي اللي ازاي اللي احنا قفين فيها دي بيقى فيها مياه كتير فهنلاقي دي الحاجات الاغلبها اللي بيتزرع في المياه ناخد بالنا ان هما آآ في حاجات يمكن اللي في الارض آآ اللي في النص دي هي دي 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 واحدة بس التانين يمكن بيبقوا آآ اتنين فنقدر آآ نبني منهم اتنين وفي واحدة بس منبني منها واحدة هنا اخر علامة خالص اللي هي آآ دي النباتات نفسها الحاجة اللي انا هزرعها او البزور نفسها اللي انا هزرعها جوه تمام آآ هنحاول ناخد مجموعة يمكن انا برضو مش ما بزرع حاجات معينة ولكن خلينا ناخد يعني آآ حاجات كده عشوائية آآ في حاجات معينة طبعا احنا هنشوف ازاي بنزرعها عشان تقدر آآ نعمل بها آآ منتجات جوه هنا جوه البيت او جوه المنطقة بتاعة البناء آآ برضو في نقطة معينة آآ الناس هزين تقوى فاهمها هي دي مش مرتبطة بحاجة يعني دي مش مرتبطة بالقصة مش مرتبطة بحاجة آآ انك تعمل بيت او تعمل آآ حاجة معينة او تزرع حاجة معينة هي دي ما لهاش دعوة هي دي انت اللي بتحددها تمام على حسب انت آآ محتاجة ايه طبعا كل نوع مكتوب آآ الحاجات اللي موجودة وناخد بانا ان في حاجات بتبقى معانا منها كتير يعني دي مسلا معانا منها كتير مش محتاجة ان انا اعملها آآ ولكن في حاجات مسلا في ناس بتبقى محتاجاة آآ سيد مسلا لو معاكش كتير عايز تزرعها تزرعها ففي حاجات آآ مهمة جدا من اهمها طبعا السلك احنا اخدنا اشترينا السلك وناخد بانا هنا ان ده طبعا آآ احنا معانا كمية فلوس كتير ولكن آآ ناخد بانا برضو ان احنا لازم كل شوية نيجي ناخد الفلوس من هنا لان نفسها اللي موجودة هي دي اللي احنا هنقدر آآ نطور بها البيت ونقدر نعمل بها دي زي ما انتوا شايفين كده احنا لسه واحد محتاجين ان احنا نوصل لتلتونمية نقطة عشان آآ ناخد آآ خلينا بس دلوقتي نروح نشوف الزراعة تمام آآ هاي بنيجي عليها فهنلاقي هنا طبعا احنا نقدر نتحرك في اي مكان احنا عايزين نبني فيه الارض الزراعية دي او الارض اللي احنا هنزرع فيها آآ انا دايما بحب افضل ان هي تبقى بعيدة شوية عن آآ المكان نفسه اللي فيه المباني تمام خلينا نروح نعملها كده في الاخر آآ طبعا نقدر نلف بالخريطة نقدر نتحرك فيها زي ما احنا عايزين آآ هنبتدي نبني الاراضي نفسها وناخد بنا ان هي زيها زي اي حاجة احنا بنقدر نحطها نقدر نلفها نخلي آآ نقربها للخدود او لأ طبعا نحط كل آآ اتنين قريبين من بعض او كل اتنين احنا زي ما قلنا هما في آآ اردين زي بعض وفي آآ نوع واحد بس اللي هي آآ ارض واحدة تمام آآ دي هنا كده الارض دي زي ممكن واضحة ان هي آآ طوب وجواها مية فدي هي الحاجات اللي هي بتستهلك مية كتير آآ طبعا يعني ما انا ما عنديش معلومات بالزراعة قوي ولكن يعني في حاجات آآ اعتقد بزي الرز وزي الحاجات دي ولكن احنا هنا مش هنزرع رز فاحنا هنزرع مسلا مسلا بيحتاج هو اصلا احنا حتى بنلاقيه جوة المية فشيء طبيعي ان ما هزرعه هزرعه في حاجة آآ فيها مية تمام آآ طبعا هنشوف بقيت المباني ده هو ده اللي احنا آآ بنيينه وهنا هنشوف هنا نفسه ممكن احط حد من اللي موجود يمكن آآ موجودة عشان هي هي اللي موجودة آآ ما بتحسابش من الكمبانيين او ما بتحسابش من الاصدقاء ممكن نحطها هنا تمام آآ تبقى وقفة كده بتبص على المزرعات اللي موجودة وما ننساش طبعا ان احنا ندوس قبل آآ ما نخرج هي كده بياخد قد عشان يعمل زي ما انتم شايفين العلمة اللي فوق على الشمالة هي بتسيف ولكن كده كده الارض خلاص اتحطت طبعا آآ بايمور بمئة موجودة اقدر روح هتكلم معاها طبعا بناخد بالنا ان الشخصية بتضير الى الشخصية الرئيسية آآ نمكن نتكلم معها في اي حاجة ونبتدي نتكلم آآ معلومات ويمكن هنشوف فرضو ايه الشخصيات تقدر تحطها وتتكلم معاها آآ خلينا كده نروح نبص على الزرع زي ما انتم شايفين كده الزرع ارضين ويمكن حطيني الفنص دي هي الارض الواحدة تمام آآ نبتدي نشوف بمجرد ما بيدوس عليها فبيطلع لك الحاجات اللي انت تقدر تزرعها هنا البزور اللي معاك تمام ده مسلا سلك فاحنا هنختار اربعة لان هي اربعة اماكن زي ما انتم شايفين كده فبمجرد ما بيدوس عليها واحد اتنين تلاتة اربعة تمام وادوس فيبتدي يزرع لي في الاربع اماكن واخد بالنا ان هو بياخد وقت وتقريبا اتنين وعشرين ساعة يعني تقريبا آآ اقل من تلات ايام بحبة صغيرين او بساعتين كده او بساعة آآ فاناخد بالنا ان هو هياخد وقت هنا يمكن انا معيش تزرع هنا واضح ان انا لما جيت اشتري ما اشتريتش حاجة تزرع في الارض دي عشان كده لو بقولوك انا مقاريتش الهورس تيل مسلا من الحاجات اللي ما بتبقاش كتير انا يمكن معيش منه كمية كبيرة فاناخد بالنا ان هو برضو بياخد نفس الوقت تقريبا وناخد بالنا بقى ان هو آآ جوة المية ده اللي احنا كنا نتكلم عليه ان هو الحاجات دي اصلا كده كده انا بلاقيه جوة المية في الطبيعي في في الاماكن العادية بلاقيه جوة المية خلينا ناخد آآ نبص مسلا ده الهورس تيل او تمام انا معي منه تسعة فما فيش مشكلة ان انا ازرع اكتر آآ يبقى معايا مجموعة اكبر آآ في حاجات تانية طبعا بنلاقي آآ حاجات في معانا منها كميات كبيرة فممكن آآ ما ازرعهاش آآ آآ مثلا معايا منها كمية لو محتاج مسلا آآ آآ حاجة من الموارد اللي موجودة تمام نقدر نزرعها هنا. طيب خلينا نروح نبص على ازاي نقدر نعمل اساس. ومش بس كده احنا هنشوف ازاي في حاجات بتتكلف مسلا خشب بس. تمام? في حاجات يقول لك لأ انت لسه متعلم تهاش. انت لسه محتاج انك تتعلم تعمل ده. تمام? وناخد بالنا هنا الكتاب اللي موجود ده معناها ان انا آآ معايا الكتاب بتاعها. تمام? آآ فاقدر ادوس عليها آآ اقدر اتعلمها على طول. الحاجات دي محتاجة هنا معينة. زي ما انتو شايفين كده تحت مش معايا. المنورين او الواضحين دول اللي انا اقدر اصنعهم ده مسلا بتعمل من خشب بس فمش فرقة. طبعا ناخد بالنا ان هو بياخد اتناشر ساعة. تمام? وان هنا برضو الشخصات اللي معايا في شخصات بيبقى ليها آآ اضافات في البناء. وناخد بالنا ان هي واحدة بس. لان انا لسه فلسه مقدرش اعمل آآ اكتر من واحدة. لو دوست كريت هيقول لي الكيو مجغول. فما اقدرش اعمل اكتر من كده. واربعة وستة وتسعة هما اللي بيزودوا الاماكن. طيب نبص على الخانة التانية اللي فوق دي الحاجات اللي احنا بقيت الموارد اللي احنا محتاجينها. زي ما انتم شايفين كده. في فابريك وفي الدهان نفسه. في احمر واصفر وازرق. تمام? طيب. آآ بنعمله ازاي? بنعمله من السلك او الزهرة نفسها بتاعة الحرير. تمام? ونشوف احنا نقدر آآ نعمل كام واحدة. بمجرد ما هدوس كريت ناخد بالنا ان الزهرة الواحدة بتعمل لي عشرة. فانا مسلا لو عملت خمسة انا معي سبعة وعشرين زهرة. آآ نعمل مسلا خمسة. فالخمسة دول هيطلعوا لي خمسين واحدة من الفابريك. وناخد بالنا الفابريك ده اللي هو الامنش اللي احنا بنقدر نستخدمه بعد كده في صناعة الاساس. تمام? آآ برضو بالنسبة للهانات هي من نباتات عادية. زي ما انتم شايفين كده. آآ يمكن معنا منه كميات فنقدر نصنع منهم برضو آآ ارقام. وناخد بالنا ان هنا آآ بتصنع بالوحدة. يعني آآ اللي هستهلك عشرة فصلنا عشرة. آآ هنا مسلا برضو آآ هنتكلف آآ واحدة بس من البريك او اللي هو آآ التوت. وهنا اللي ازرق ده بنعمله من الزهرة بتاعة المنت. تمام? ودي ممكن موجودة بكسرة يعني. بمجرد ما كونا المواد او عملنا المواد فنبتدي نشوف ان الباقي آآ ابتدوا ينوروا ليه? لان انا بقى معايا. وكل واحد طبعا مكتوب فوق هو بيقدر يضيف لي قد ايه بالزبط? احنا محتاجين تلتمية عشان نوصل لآآ بنشوف هنا طبعا ايه اللي موجود ونقدر نستخدم اخشاب ايه? او نقدر نستخدم ده مسلا هنا احنا محتاجين لازم الواد كلها نبقى مصنعينها. آآ في حاجات بتمقى محتاجة اخشاب معاها بطبعا محتاج آآ حاجات تانية معاها. فآآ ناخد بالنا هنا من الموارد نفسها. طيب. آآ طبعا دي هتاخدوا اتناشر ساعة فانا ممكن ما بقاش قادر اقعد الاتناشر ساعة دي. فنقول له جيت ناو. هنستخدم الادابت دي. ودي ممكن اللي احنا شفناها المرة فتح وقتلكو دي مهمة جدا. وحاولوا آآ تشتروها وتحافظوا عليها. مجرد ما استخدمت واحدة منها نهالي المبنى. فهنا نبتدي نبتدي نصنع آآ حاجة تانية. آآ مسلا دي آآ زي آآ وركم ريك دي مسلا آآ آآ هنا ده بتاع آآ مكان بيبيع الفكهة. تمام? هو مكان بس طبعا مش بنبيع فيه فكهة بجدد. ولكن آآ يعني هو مكان بس شكلا. تمام? طبعا نقدر استخدمه من هنا وناخد بالنا لده بيرضو هيعد اربعتاشر ساعة مش اتناشر ساعة. تمام? زي ما انت شايفين كده احنا آآ تسعين. هنا مفيش كومبانيون لان احنا مصمح لنا آآ واحد. آآ فخلينا كده طبعا توبي احنا هو على طول بنتكلم معايا. بنقدر نروح نزور الحاجات. ناخد هنا آآ ناخد بالنا ان احنا اشترينا حبة آآ آآ مزور تانية. ناخد بالنا برضو من المهمات اللي موجودة دي. المهمات دي بتفتح لي آآ اساس تاني اقدر اصنعه. آآ بيديني ازاي اقدر اصنع اساس من انواع تانية. فمهم برضو ان احنا نهتم بها وناخد المهمات اللي موجودة هنا. طبعا هنا آآ احنا اشترينا آآ موالد عشان نقدر نروح نزرعها في الارض اللي آآ فاضية يمكن اللي كانت موجودة. هنا طبعا فيه اه فوسط او طبعا هنا الحاجات كل حاجة موجودة. هنا دول احنا مسموح لي بان انا هنزل واحد عشان كده قطي لكم آآ مش منهم. آآ خلينا نحطه في اي حتة مسلا وبندوس عليه آآ اوكي هيبتدي يظهر. طبعا هو مش هيفرق هو بص السلفين ان كده كده انا هروح اه اتكلم معايا ناخد بالا ان كومبانيون واحد من واحد تمام? آآ بايمون مفتسبش من الكومبانيون وكده احنا مسموح لي بواحد في لما برضو اعلى هيبتدي يزود لي عدد الشخصات اللي تبقى موجودة. آآ عشان نقدر نشوف او نقدر نروح نتكلم معاها تبقى موجودة جوة البيت عندي. آآ ويمكن نقدر كمان ندعو حد آآ من اصدقائنا اللي بجد يجي يزور المكان هنا ويمكن هنشوفها آآ قدام شوية. آآ طبعا هنا برضو الشجر والحاجات دي بناخد بالنا ان هي برضو بتزود من الايمة بتاعت المكان نفسه. تمام? آآ فبرضو مع كل حاجة احنا بنبنيها بيزيد لي مكان طبعا بتفرق على حسب المكان يعني الشجرة بعشرين. غير مسلا لو بنيت مبنى كامل مسلا ممكن يبقى بتلتمائية ربعمية. ممكن في مباني آآ بكتر من كده. فناخد بالنا من النقطة دي ان انا كل ما بابني آآ انا دلوقتي مسلا الف تسعمائية وسبعين هم موجودين فوق. فلما ايجي آآ ابني آآ ده كده بقى الف تسعمائية وتسعين لان الشجرة بتديني آآ آآ اتنين من العشرين تعرفوا من القدرات طبعا هنا زي ما قلت لكم هنا انا ما اقدرش آآ آآ اخد الخشب من هنا يعني هنا آآ آآ لو ضربت بس بتالي لا هو انا محتاج ان انا اضربه آآ بحاجة تانية ولكن برضو هنا نقدر نطلع الاخشاب انا بتاعتني محتاج حد بسيف او حد بيه آآ بحاجة يعني يقدر يكسر بيها هو آآ الماتيريا النفسها هي اللي بتفرق لان انا لو آآ ضربته بايدي او ضربت الشجرة بايدي مش هيحصل حاجة. هنا طبعا من السيدز اللي موجودة معايا هنا المنت مثلا آآ ممكن ازرع اربعة هنا. تمام? وناخد بالنا برضو ان الوقت يومين واحد وعشرين دقيقة. آآ معايش حاجة هنا تانية تقدر نزرعها في الارض دي ولكن الارض برضو الاخيرة نقدر نزرع هنا مسلا هورستيل فخلينا طبعا انا اقدر ازرع بالواحدة. يعني هنا انا زرعت في مكان واحد فيه عندي تلات اماكن تانية فاضية. نقدر نزرع فيهم بعد كده. فدي برضو نقطة الناس تاخد بالها منها. هنا طبعا آآ بمقرار ما هاجه اتكلم معها هيرجع للشخصية الرئيسية لان انا اصلا واخد الشخصية بتاعة آآ هايزو فمش هينفع هما الاتنين يبقوا نفس الشخصيتين وقفين بيتكلموها بعض. آآ كده احنا يمكن شفنا ازاي آآ نقدر نحوط الكمبانيوم وهنلاقي طبعا لو رجعنا الى توبي هنلاقي ان الكمبانيوم بقى واي هننقدر نتكلم معاي ونقدر آآ نتعرف على الشخصية اكتر وعلى قصتها. وآآ نقدر برضو هنا على حسب الشخصية نفسها بتتكلم في ايه او ايه اللي احنا محتاجينه آآ من الشخصية وناخد بالنا ان ده بيفرق برضو في العنصر بتاع الفرنشوب اللي بيبقى موجود آآ من جوة آآ مع كل شخصية كل شخصية لما بتيجي بتبتدي تلعب بيها وتبقى ماشي بالتين بتاعك آآ بيفرق معاك بيزيد العداد بتاع الفرنشوب او بتاعة الصداقة آآ بتاعلي برضو هنا لما بتبتدي تحطه هنا آآ هيبتدي برضو العنصر بتاع الصداقة لما تبتدي تتكلم هيبتدي يزيد آآ شوية بشوية بحيس انك برضو يبقى الكمبانيون يبقوا آآ موجودين. آآ طبعا هنا آآ الارض طبعا كبيرة يعني انتم آآ ملاحظين ان احنا بنينا الشجر بعيد وبنينا كل حاجة بعيدة. فالارض كبيرة. الارض تستحمل حاجات كتير لان احنا طبعا احنا لسه بنتكلم في لسه ما فتحناش حاجات كتير. آآ فهنشوف آآ قدام شوية بقى لما ممكن لما نعمل حلقة قدام شوية نشوف الموضوع ايه هنا طبعا الكمبانيون اهو بقى واحد هو اللي موجود ولما يجي الزوج واحد تاني هيقول لي محتاج آآ فكده بقى ده الكمبانيون هستد آآ بقى آآ معايا واحد من واحد طيب خلونا احنا بص على حاجة تانية احنا قلنا يمكن في الحلقة اللي فاتت انت ساعات بيجي تاجر تمام زي ما انتم شايفين كده آآ سابق اهو التاجر تمام ساعات بيزهر في الخريطة الوحدة فخلينا كده نروح نبص آآ على شابي بنشوف ايه الفرق ما بينه وما بين توبي تمام طبعا هنا آآ شابي يمكن بيبيع حاجات مختلفة عن توبي توبي يمكن احنا بنتعامل معا كتير جدا ولكن شابي هنا آآ لما بروح بتكلم معايا فبيبتدي يطلع لي الحاجات اللي هو آآ بيباعها آآ هو تاجر في الاساس هو برضو نفس او روح زي آآ توبي ولكن آآ بعدما بتكلم معايا بيبتدي سوضع لي الحاجات اللي موجودة زي ما نشايفين في حيوانات مسلا زي آآ بلاك باك هون تمام ده آآ نوع من الكلاب تمام اسمه آآ بلاك باك هو بيقضاه روسوت كده آآ وبيبيع كمان آآ دي ويمكن ناخد بالنا ان هو بارقام وهنفهم ايه دي طبعا ناخد بالنا ان احنا مجمعين مجموعة منه ولكن بالارقام مختلفة يعني احنا مجمعين اللي موجودين معانا طبعا غير اللي هو بيبيعهم هو بيبيع لي حاجات غير اللي موجودة معايا فطبعا نشتريهم وهنتكلم يمكن عنهم آآ بعد كده قدام شوية يمكن في حلقة هنعملهم حلقة مخصوص نتكلم عن آآ الاسمين كريستل دي آآ بوضوح طبعا هو بيبيع حاجات تانية زي آآ مسلا حجارة زي آآ طوبة كبيرة كده نقدر نحطها برضو كا كا ديكور آآ طبعا نقدر نشتري هنا آآ لو محتاجين الخنزير البري ده نقدر نشتريه آآ بما ان احنا كده كده شترينا الكلب ده فنقدر نحطه طبعا آآ في حيوانات تانية موجودة هنلاقي الانيمال هنا بقى موجود آآ نقدر نحطه في اي حتة خليه هنا مسلا قدام البيت فندوس وندوس طبعا ما ننساش ننسى يعني ما ما تنسوش تدوسه على السيف خلينا نروح كده نبص على الكلب نفسه طبعا الموضوع مش آآ عشوائي فطبعا ممكن حد تاني يجيله قطة يجيله كلب يجيله حيوانات تانية طبعا آآ وهنشوف قدامنا برضو ممكن آآ لما يظهر لنا تاني شابية نبتدي نشوف الشخصية موجودة طبعا هنا آآ سمعين صوت الكلب طبعا انا بخوفه وبضربه ولكن هو بيقدر يجني معايا بيلعب معايا فنقدر برضو ميدينا جو ان احنا اصبح عندنا آآ حيوانات موجودة جوة البيت بتاعنا تمام نبص على آآ حاجة كمان برضو آآ بعد تلات ايام لما آآ النباتات طلقت النباتات يمكن احنا آآ استنينا عليها شوية زي ما انتم شايفين كده بنروح نقدر ناخدها على طول هورستيل آآ نقدر ناخد الحاجات اللي احنا زرعناها وناخد بالنا برضو من السلك زي ما انتم شايفين كده الواحدة آآ من السلك او الظهرة اللي احنا آآ آآ زرعناها آآ كل واحدة فيها زهرتين من السلك طبعا السلك هيبقى مفيد في ان احنا هنقدر نعمل آآ الفابريك منه عشان نقدر نعمل اساسات تانية تمام آآ ونقدر بقى هنا بصفة دورية نقدر نزرع آآ يمكن العشاب والحاجات اللي يمكن آآ رخيصة شوية تمام هنبص على الحاجة تانية آآ في آآ جوة البيت مسلا احنا عندنا آآ طلالي برضو آآ الحيوان تاني هو مسلا القطة في خلينا قطة جوة ويه برة يبقى الكلب الحراسة بقى وكده ناخد بلا ان هنا في حاجات احنا محتاجينها ده ست كامل او طقم كامل تمام محتاج ان انا نكمله عشان اقدر ابنيه انا ممكن ابني ست كامل تمام ولكن هيقول لي ايه انت ناقصك انت يعني انا مجمع اول واحدة بس اللي هي الابجورة او النجفة دي موجودة تمام هنا مسلا ده المفروض ان انا مجمعه ولكن حاجات انا محطوطة لازم تبقى موجودة معي عشان اقدر احطها اه الست عبارة عن ايه عن الترابيزة دي فاقدر هنا اقول له تمام الكاراسي اللي موجودة دي برضو هنشيل الكاراسي لازم يبقوا معي لازم ما يبقوش محطوطين تمام ليه هنا برضو الشمعدان اللي موجود ده او الشعلة اللي موجودة دي بمجرد ما اخدتهم كلهم قال لي ده بس انت كده بقدم حاجة معك في جيبك اقدر احط ست كامل زي متو شايفين كده الست بيتحط زي ما هو هو قريدي حطته لي مجموعة عبارة عن اربع كاراسي والشعلة اللي موجودة او الشامع اللي موجودة والترابيزة اللي موجودة طبعا هنا نقدر نشيل دي بقى نبقى نحطها في حتة تانية ونقدر طبعا نحرك جزء جزء او اا اقول له هنا على طول فسليكت سيت ده يبتدي يحرك لي المجموعة او يحرك لي الطاقم نفسه اللي موجود نقدر نحطه مسلا هنا جنب الشباك نقدر نحركه ونقدر نرفه فدي برضو نقطة من النقطة اللي لازم الناس تاخد بالها منها اني انا حتى لو اعملت كل الحاجات بتاعت السيت طبعا هنا ده عشان اقدر استخدامه في سيت تاني ولكن انا اقدر احطه هنا في اي حتة لحد لما كامل السيت بتاعه واقدر استخدامه بعد كده فان انا ازود السيت او احط السيت كامل ل او المجموعة كاملة في جوه المنزل او براها برضو عشان فيه او الدور سيت برضو بتبقى موجودة. آآ يعني مش بس الحاجات اللي بتبقى جوه البيت طبعا ما ننساش برضو ندوس هنا هنا طبعا القطة هي بتتماشى هنا جوه البيت ويمكن عاملة جوه لزيز عاملة جوه مختلف شوية عند جانش امباكت الناس بقى زهقت من الحرب والضرب والكلام ده تقدر تبتدي تصنع آآ بيت او تعمل بيت وتبتدي تجمل فيه تبتدي تتحسن من المستوى وناخد بانا ان فيه آآ فواية كدير جوه هنا زي ما شوفنا آآ اهو هنا مسلا بلس آآ ست بمجرد ما تخط ست هيديك برضو الجايزة بتاعته آآ فيمكن جوه آآ مختلف شوية ونبتدي نتعلم اكتر ونبتدي نشوف اكتر وهنحاول بنعملكم حلقة تانية قدام كم ده يجي ممكن آآ لمينا كل الحاجات يمكن اللي في قصة البناء دي في الفيديوهين دول الفيديو ده والفيديو اللي فات ومعليش بقى الفيديوهات طويلة شوية عشان بنحاول نشرح فيها عاجات كتير طبعا منفكر اي حد كده بيتفرج علينا مش دايس على زراره ومتابع يدوس عليه وكمان يفعل زرار الجرز وتنسوش لايك وكومنت وشير وقولولنا انتم مستنيين ايه في فيديوهات عشان في ناس كتير بتطلب فيديوهات فاحنا ان شاء الله بنحاول نعملكم فيديوهات كده عن مع بقية الالعاب اللي احنا بنعبها فاستنونا ان شاء الله فيديوهات تانية من قناتكو ايجاب شانجي اشتركوا في القناة